وفاة سعد بن معاذ رضي الله عنه بعدما نفذ حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في يهود بن قريضة وأقر الله عينه وشفى صدره منهم انفجر جرحه فمات فلما مات سعد بن معاذ رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ متفق عليه ولما فرغ من تكفين سعد بن معاذ رضي الله عنه حمله الناس لقبره وحملته معهم الملائكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هبط يوم مات سعد بن معاذ سبعون ألف ملك إلى الأرض لم يهبطوا قبل ذلك رواه البزار بإسناد جيد وحزن المسلمون لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه حزنا شديدا حتى بكى أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما قالت عائشة رضي الله عنها ما كان أحد أشد فقدا على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر من سعد بن معاذ رواه الإمام أحمد في الفضائل بإسناد حسن خلد الله سبحانه وتعالى غزوة الخندق في كتابه الكريم فأنزل آيات كثيرة من سورة الأحزاب من بداية الآية التاسعة تأديب القبائل التي شاركت في غزوة الخندق أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه حملات لغزو القبائل التي شاركت في غزوة الخندق ويشن عليها السرية تل وسرية